السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم في فيديو جديد النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الجاتو طريقة سهلة جدا و بسيطة شايفة شكله حلو ازاي هنعمل الجاتو الخلاط بطريقة سريعة و سهلة مش هنفصل بيضة عن صفار و هنعمل الجاتو كله في الخلاط مش هنحتاج مضرب كهربي تشتمي لايك و اشتراك و نبتدي و نقول بسم الله الرحمن الرحيم معي تلاتة بيض احطهم في الخلاط و احط عليهم كيس من الفانيليا كوباية من السكر اللي هي كوباية الشاي العادية نص كوباية من الحليب و طبعا الحاجة تكون عندنا بدرجة حرارة الغرفة ما تكونش بردة من التلج و نص كوباية من الزيت هروح اضربهم في الخلاط كويس وارجع لكم تاني على طول خلاص كده ضربناهم في الخلاط هنجيب طبقة حطين في كوباية و نص من الديق المنخول هنضيف عليهم كيس بيكينج بودر ستاشر جروم دي كده المكونات الجفة عندي هنقلب معيها المكونات السيلة اللي مضروبة معينا في الخلاط هنقلبها بأدينا او بمعلقة بمضرب يدوي اي حاجة كده اهم حاجة ان احنا نمزج المكونات كويس جدا مع بعضها بالشكل اللي انت شايفه و كمان نقلب في اتجاه واحد زي ما انت شايفه بالشكل ده هاجيب صانية و هحط فيها ورق من ورق الزبدة و هبتدي ان انا اصب فيها الخليط اللي موجود معي شايف حجم السج حجم السج ده 30 فاربعين حطيت خلاص المكونات اللي موجودة معي بالشكل اللي انت شايفه و هبتدي ان انا اوزعها كويس بصانية و هدخلها فرن سابق التسخين على درجة حرار 180 في الرف الاوسط هتاخد من 10 دقايق تقريبا انا في الفرن الكهرباء بتاخد معي ربعة ساعة بتاخد من 10 دقايق الى 3 ساعة تقريبا و نختبرها بخيلة نشوفها استوت ولا لأ فلاقيتها استوت شايف اللي انا افتح ازاي هبتدي ان انا اشيل الطروف بتاعتها قطعتها بالسكين او شايفه شكلها شكلها هش و فاتح كمان و هناك حاجة جدا قطعتها ل 3 قطع بالطول بالشكل اللي انت شايفه يكونوا قد بعض بالظبط اول قطع معي اهي هبتدي ان انا انا في لقطة بس ما صورت قوش معلش ان احنا بنخرم كل قطعة من القطع بتاعت الجاتو اللي موجودة معينا و بنسقيها بحليب وسكر بودرة من الدوابين مع بعض ده طبعا الكريم شانتيه سيبلك طريقته في اخر دقيقة في الفيديو يبقى احنا كده يا بنات كل شريحة من شريح الجاتو بنخرمها و بنسقيها بشوية من الحليب المتدوب فيه سكر بودرة هي اجمالي كلها خدت مني نص كبات حليب و معلقة كبيرة من السكر البودرة لو بتهم مع بعض و دي تاني شريحة اهي و تلت شريحة برضو بنفس الطريقة و زي ما قلتلك الكريم شانتيه اخر دقيقة في الفيديو هنساوي الكريم شانتيه على كل طبقة و من الطبقات هنبتدي بس نصبت شكله كده على الطبقة اللي فوق عشان دي اللي بتبقى باينة معينة وبعد كده يفضل تروح تحطيها في التلاجة شوية ما تشتغليش عليها على طول عشان تعرف يتقطعيها بسهولة انا كنت مستعجلة بصراحة فاشتغلت عليها على طول و ده طبعا يعني ممكن يخلي الكريمة تطلع معيك بره او حيجة و انت بتقطعيها فيفضل طبعا ان انت و تشتغليش عليها على طول هنبتدي نقطع القطع قد بعض بالشكل اللي انت شايفه كل القطع بالشكل ده و يفضل قطع بسكينة مشرشرة عشان بتصبب معينة اكتر حطينا القطع في طبقه انا قدت معيه ست قطع يعني نص دستا من الجاتو هنبتدي نعمل الوردة دي عشان نحط فيها قطع من الكريز بعد كده هزاين بكريز بطبعا التزيين يرجعلك زي ما تحبي ممكن تزايني بفاكهة او باي حاجة ده الشكل النهائي لها و ما تبخلوش علي برب لايك وباشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة و هسيبكوا دلوقتي مع الطريقة بطيات الكريم شانتيه شايفه الجمل روعة اول حاجة معي كوبية لربع من الكريم شانتيه اللاخيم البودرة غير محلة هحط عليه معلقتين كبار من السكر البودرة و كوبية من المياه البرده المسلجه لازم تكون المياه برده جدا الاول هضرب على اول سرعة و بعد كم ثانية برفع السرعة و اضرب على اعلى سرعة علشان الكريمة تمسك معي كويس جدا يا بنات بنضرب على اعلى سرعة و لازم المياه يكون متلجه هنعمل الكريمة مع بعض المتمسكة جدا علشان خاطر ماتسحش من على الجاتول اللي احنا بنعمله وهو ريك المتمسكة ازاي دلوقتي ما تبخلوش بلايك و باشتراك يا بنات شايفين متمسكة ازاي السلام عليكم ورحمة الله شكرا اشتركوا في القناة